بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم وياكم محمد نجم هذه المحاضرة التي سنتكلم به عن المحاضر عن المشهد 13 من مسرحية دكتور فاوستس الكاتب كريستفر مارلو تكلمنا بالمحاضرة السابقة عن دكتور فاوستس كيف ذهب إلى روما وكيف قدم عروضه هناك والآن راح نتكلم عن ذهب دكتور فاوستس إلى مدينة فانهولت وأيضا راح يقدم عروضه هناك فاوستس gives a magic performance at the card of the Duke of Van Holt إذن قدم عروض سحرية في مدينة فانهولت طبعا هنا أملك الذي شعر بسرور لقدوم دكتور فاوستس بعروض دكتور فاوستس فاوستس offers to procure for the Duke of Van Holt وإن إيتابل طبعا الملكة اللي هي زوجة الملك المدينة Van Holt كانت حامل ودكتور فاوستس على ظلها قال أي شي تحب تاكل أكدر أو أغفرل هي وتحب تاكل أكدر أو أغفرل في أكشيتا وماك أجمل من سلة عنب جميلة والتي لا توجد فقط إلا في فصل الصيف فاوستس قال أنها مرحلة قليلا فالطلب كل شيء قليل هذا طلب بسيط يعني كل شيء الثاني يأتي دكتور مفيستافلس ظهر مفيستافلس مع سلة عنب فاوستس أخذها من مفيستافلس قال لهذه إليك دكتور مفيستافلس 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 ملك مدينة فانهولت عبر عن دهشته بهذه المعجزة العجيبة اللي هي بثواني خلا العنب بيديه فاوستس أخذت أنها مفيستافلس مفيستافلس قال له يعني بهاي منطقة صيفية من البلدان التي يكون فيها فصل الصيف قال لهذه أفضل عنب اللي مات ذا وقت عمري بجمالها بحياتي قال له كل شيء طيبة هذه العنب وعاد بجائزة جميلة إلى دكتور فاوستس بسبب هذه العروض الجميلة التي قدمها أمامهم وجلب كذلك العنب لزوجته طبعا هذا مشهد 13 أيضا هو رح يكون آخر الرحلات لدكتور فاوستس في مدينة فانهولت إن شاء الله افتهمتوا هذا المشهد وأتمنى أنه يكون واضح وبسيط وأنا اتكلمت أن هذه الطباعة إن شاء الله رح يعني أطبعها وتجيكم رتبة وترتيبة أفضل وأجمل إن شاء الله بعون الله تعالى ونضيف الأسئلة كذلك ونضيف الأسئلة بالمحاضرات القادمة ورح تشوفونا إن شاء الله مع الأسئلة مع الحلول يعني سؤال وجواب بعون الله تعالى أتمنى أن يستفدت من هذا الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته